بمعنى أن هذه النقاط لا شك أنها تعمل تراكم نوعي وكمي في ضعف الجماعة على المدى البعيد هذه النقاط، هذه الخلافات، هذه التشضيات، هذه التصريحات، هذه التآكلات إنجاز التعبير لا شك أنها ستعمل على إحداث نوع من ضعف الجماعة لكن لا يمكن الركون إليها مطلقا أن الجماعة الحوثي ستنتهي أو ستنشطر لماذا؟ أولا هناك مستويين سريين في قيلة الجماعة، المستوى الأول هو المجلس الأعلى للمجاهدين هذا المجلس كما كشفت تقارير سابقة ربما نشر بعضها يتكون من 17 عضوا عضوين منهم من حزب الله وعضو من الحرس الثوري، يعني ثلاثة هذه الضمانات الخارقية، ضمانات الضامن الممول موجود في المجلس عبد الميك الحوثي صحيح هو على رأس هذا المجلس هذا المجلس لا يوجد منه كل هذه القيادات ربما المتصارعة لا محمد علي الحوثي ولا غيره هذا المجلس في النهاية هو يراقب، هو يعلم أنه لا بد أن يتيح لهم شيء من الفيد لأنه في منهقية الجماعة الحوثية الفيد مستقر ترك أموال الناس مشاعة هو أحد التراضيات التي يقدمها، هو يعطيهم هذا الأمر وهذه الفسحة لكن لمقال محدود عندما ينتقل الصراع إلى طور أعلى سيكون أعتقد لهذا المجلس ولا إيران حزب الله ضبط الإيقاء لن تستطيع منعه هذا المجلس على أي حال ترجمة نانسي قنقر